اهلا بكم مشاهدين الى نشرة الاخبار ونستهلها بالعنوين بعد الانطار الاخيرة بمنطقة الشمال الغربي السدود بولاية باجة تبلغ طاقة خزن قصوى لم تحققها الجهة منذ سنوات وتعد بموسم فلاحي ناجح تجار الصناعات التقليدية في جزيرة جربا يطلقون نداء استغاثة بعد ركود نشاطهم بسبب ما اعتبرهم ممارسات احتكارية لوكلاء الاسفار استعدادا لعيد الفطر المبارك القرية الحرفية بالمهدية تحتضن فعالية الدورة الاولى للحلويات والاقلة التقليدية بمنتوج متنوع واسعار تفاضلية البداية من ولاية باجة حيث فاقت نسب استيعاب خزنات بعض سدود الجهة طاقة استيعابها القصوى وذلك على اثر الامطار التي شهدتها البلاد في الاولة الاخيرة على اثر تهات الكمية هامة من الامطار في ولاية باجة في الايام الماضية بلغت عدد من السدود في الجهة طاقة خزنها القصوى على غرار سد سيد البراق وكساب وسد سيد سالم بمعتمدية تستور والذي يعد الأكبر في الجمهورية من حيث طاقة استيعابه والتي تجاوزت 98% خلال هذه الفترة ضيط الميدة المائية وخاصة السدود متلقت على أكثر من اللي كانت تقبل خاصة سد سيد سالم اللي هو طاقة استيعاب متاعه أكثر من 580 مليون متر مكعب اليوم وصلنا إلى طاقة استيعاب 575 مليون و400 الف متر مكعب النسبة هذه تقدر بأكثر من 98% من طاقة استيعاب السد في صورة ما أي طارق نحن جاهزين وإن شاء الله متدربين نحن على مجابهة الفيضانات ويصير كل خير إن شاء الله نسبة امتلاك هامة لم تحققها سدود الجهة منذ سنوات عديدة من المنتظر أن تساعد على إنجاح الموسم الفلاحي السد هذا أهمية قصوى في البلاد بحكم أنه أكبر سد من ناحية طاقة الاستيعاب وبحكم أنه يغذي في خمسة ولايات كبرى اللي هي منوبة وبنعروس وسوسة وسفاقس ونيبل السد يغذي فيهم من ناحية الماء الصالحة للشراب وكذلك للمناطق السقوية يغذي تستنفع منه خمسة مندوبيات جهوية للفلاحة نزول كمية هامة من الأمطار في الفترة الأخيرة على جهة الشمال الغربي وخاصة ولاية باجا والتي ساهمت في ارتفاع المخزون العام للمياه بالجهة بواحد بالمئة من شأنها تدعيم المائدة المائية في عدد من الولاية الأخرى والمساعدة على تلف النقص الحاد المسجل في المياه في السنوات الفارطة الإشكال يتواصل بين وكلاء الأسفار وتجار الصناعات التقليدية بجزيرة جربا السبب هو الاحتكار وتوجيه السياح إلى محلات دون غيرها تصرفات اعتبرها التجار خارج عن القانون في جزيرة جربا نداء استغاثة وطلب تدخل أطلقه تجار الصناعات التقليدية وحيرفيها لما يتعرض هنا له برأيه من تهديدات حقيقية لوقف نشاطهم وغلق محلاتهم التجارية بسبب ما وصفوه بممارسات عدد الموكلاء الأسفار واحتكار الصوق وتوجيه السياح لمحلات للصناعات التقليدية بعينها دون غيرها اليوم تظرينا بجدار اليوم تشوف فيه سوق فارغ ما فهم حتى السياح تمشي للبارتي الأخرى ويفهم التجار ثم تلقى ثمانية تسعة كيران عشر كيران مع أنت قرابة خمسمائة حريف إلى متى شيء هذا مع أنت وصلوا مع أنت ناس تقول لك نجيب لك الحريف تعطيني يا خي اندرى دولة فس دولة ندخل السوق العتيق الذي هو هذا يمنى السورة تعمل السوق فهمني تلقاه زيروك اليوم فيه هنا تاجر شيء متحب بورتون التاجر يدفع فيه لداته من جميعه الترب منتعنا الوحيد هو تطبيق القانون في كراس شروط المنظمة لقطاع وكيل الأسفار واضحة ممنوع عليه منع باتا توجيه السياح إلى أي وجهة كانت السوق ربع بمدينة حمت السوق وجهت الجزيرة السياحية وصورتها المميزة مهدد بالغلق والاندثار بحسب الناشطين فيه ما لم يتم التدخل لوضع حد لهذه الممارسات الاحتكارية من قبل عدد من وكالات الأسفار بش نعملوا على متابعة الموضوع هذا حتى كما قلت تستفيد جميع السوق وتكون هناك تكاففة في جميع الفرص بش تكون جلسات متابعة معناها بين الوكالات الأسفار على حدة جميعات كما قلنا جميعات النزل كيف كيف الأدلاء السياحيين جميعات الأدلاء السياحيين يعني هذو ما بش تكون مناهة عليها ومنهم هما بطبيعة فما دعوة لأنها متقيد بالقانون هو مناهة بنص القانون وإحنا كما قلنا قاعدين نتابعوا مع برزة اللجنة مناهة الجهوية لمتابعة الإخلالات السياحية زادة كيف كيف هذا إن شاء الله مناهة بش تفاعل إن شاء الله مناهة تكون لها دور في مناهة مراقبة الأسواق هذه مع انتلاقة قريبة للموسم السياحي الصيفي وفترة المناسبات الاجتماعية انتظارات كبرى من قبل التجار والحرافيين لتغيير المشهد في هذه المحلات الخاصة بالصناعات التقليدية في مدينة حمت السوق وجربة ميدون وقلالة بجربة أجيمة في ولاية جابس انطلق العمل بمنظومة أحميني والتي تهدف إلى إدراج المرأة الريفية ضمن منظومة التغطية الاجتماعية وقد تم بالمناسبة تنظيم يوم دوعوي بمقر الولاية انطلق بولاية جابس العمل بمنظومة أحميني التي ستمكن النساء العاملات في الوسط الريفي من الانتفاع بالتغطية الاجتماعية في لقاء توعوي عقد بمقر الولاية تم التعريب بهذه المنظومة وبالمنافع التي يوفرها الانخراط في هذا البرنامج منظومة أحميني هي جرسة تواصل بين المرأة الريفية ومنظومة التغطية الاجتماعية سينا سيس يقصوا على الأمراض 18 دينار في الشهر أكا هو بمعدل 646 مليون في النهار تنجم تقسامهم 18 دينار كما تحب هي بالطبيعة العديد من النساء العاملات في جمع المحار أشرنا إلى وجود صعوبة في الانخراط في هذا البرنامج بسبب ضعف دخلهن هي بالنسبة لي عندها مقدرة بشي يصب على روحها ما عنداش مقدرة بشي يصب على روحها كفاش بشي هو تاعب زيدي يتعب أكثر ترش أني يلتوه في حاليين محتاجه معنتها لخدمة لا ما فماشها لا منتوج لا ما دخول لا فم حتى شي ولاي المنظومة هذية بالنسبة على الأقل الجامعات المحار في لقطة محار بالزارات هي صعيب يسر أنا بشي تساعدهم خطر بحكم لو كان مازال المحار لحد الآن هو يخدم مش بشي حير المرأة في دينار ولا زوز اللي بشي تفحهم لكن هي حاليا المحار حابس كاتب الدولة للرياضة أحمد جعلول الذي أشرف على هذا اللقاء أكد أن منظومة أحميني توفر آلية للتغطية الاجتماعية لنساء المحرومات من هذه التغطية هي تغطية شاملة للمرأة العاملة واللي محرومة من التغطية الاجتماعية آلية أحميني هذية توفر للمرأة العاملة هذية أنها تصبح تتمتع بالتغطية هذية الآلية هذية بالتنسيق بين الوزارات الدولة وفرت للنساء العاملات هؤلاء آلية حتى مساعدات بش تساعدهم بش يبعثون لهم شكون يعاونهم بش يكونوا الملف متاحهم وينخرطوا في المنظومة هذه في ولاية جابس يعمل عدد كبير من النساء والفتيات الريفيات في قطاع الباكورات الجيوحرارية قطاع كان سباقا في تمكين العاملات فيه من الانتفاع بالتغطية الاجتماعية في إطار تعاون المواطنين مع الوحدة الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية دعت وزارة الداخلية التونسيين في بلاغ لها إلى الإبلاغ السريع والأكيد عن العناصر الإرهابية التالية أسامة بن حسين بن مبروك الخزري مولود في 27 أبريل 1992 قاتل حي البغدادي بن حسين جاندوبة أشرف بن فتحي بن مبروك الجيزاني مولود في 5 أكتوبر 1991 قاتل الجوازين الدهماني بالكافة محمد أمين محكوكا الكنية أبو أيمن الوهراني جزائرية الجنسية خليل بن عمار بن عثمان المنصوري الكنية أبو مسلم الجسريني مولود في 24 ماي 1991 قاتل بالكامور حسي الفريد بالجسرين كما دعت الوزارة المواطنين إلى أعلام الوحدة الأمنية عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخص هذه العناصر الإرهابية على الأرقام التالية الرقم الأخضر للوزارة 11-11-10-80-7-335-00-193 الحرس الوطني 197 الأمن الوطني أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية الاستعدادات للامتحانات الوطنية المراكز الكتابية وتواريخ الامتحانات والإعلان عن النتائج مثلت أبرز محاور الندوة الصحفية التي عقدت اليوم بمقر المدوبية الجهوية للتربية ببن عروس 8412 مترشحة للبكالوريا هذه السنة بولاية بن عروس سيجرون هذا الامتحان الوطني بـ 25 مركز كتابي وسيؤمن هذه العملية 3420 مراقبا مؤشرات قدمت خلال ندوة صحفية بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس حول الامتحانات الوطنية بالنسبة لشهادة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية عدد المترشحين 41280 نفسه مركز التجميع والتوزيع بالمدارس الإعدادية النموذجية ميغرين لدينا مركز إداع بالمندوبية هذا هو الاستعداد متاعنا مركز إداع موجود في المندوبية الجهوية وهنا مركز إداع فرعي وهذه الخصوصية من بن عروس في معهد المكفوفين تعرفوا أن يتم تحويل المواضيع من المقروع إلى البراي وبالنسبة للإجراءات المتخذة للحد من الغش في الامتحانات الوطنية وفق رئيس مصلحة الامتحانات للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي فإنه يحجر استعمال أي جهاز إلكتروني الإدارة العامة قامت بحملة توعوية كبيرة في النقطة هذه قمنا بتوزيع مطويات على التلامذة في الاجتماعات التي عملهم بها مراكز الاختبارات كيف كيف ثم ديزافيش أعدتهم الإدارة العامة مش نلسقوهم في مراكز الاختبارات في أماكن بينة مع ثم ومضاء تحسيسية مش تنطلق في بثها للتلافز الوطنية وهذا يلكل معناتهم عاملين على حملة تحسيسية وتوعوية كبيرة سواء كان للتلميذ وإلا للولي يمتعه باش ميجيبش أي جهاز إلكتروني مهما كان نوعه على خطر العملية اختيره ومش مش يتم التسامح في النقطة هذه ووفق ما قدم من مؤشرات خاصة بوليتي بن عروس سيتمكن 36 كفيف من إجراء مناظرة البكالوريا هذه السنة أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته اليوم أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يتمتعون بمناسبة عيد الفطر بثلاثة أيام عطلة وذلك أيام الرابع والخامس والسادس من جوان 2019 وأضف البلاغ أنه عملا بأحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخي في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يتم استأنف العمل بعد عطلة عيد الفطر عن النحو التالي أيام الأثنين والثلاثة والأربعة والخميس من الثامنة وثلاثين دقيقة إلى الساعة منتصف النهر وثلاثين دقيقة ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة يوم الجمعة من الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة تنتظم بالمهدية الدورة الأولى لمعرض الحلويات والأكلة التقليدية بالقرية الحرفية مناسبة تفسح المجال لتنوع العرض خاصة وأننا على أبواب عيد الفطر القرية الحرفية بالمهدية الفضاء الذي يحتضن هذه الأيام معرض الحلويات والأكلة التقليدية في دورته الأولى هنا تعرض أنواع عديدة من المنتوجات التي تفننت أياد الحرفيين والحرفيات في إعدادها نعملوا حلوشيح نعملوا عربية من جميع الموديلات معنا الغريبة غريبة الحمص غريبة الفارينة المقروض نحن صغر عاد نتعلم وأمي تعمل الغريبة كلهم بعد تطورنا بشوي بشويني واختي وكل ولينا نعمل في شوي حلوشيح عملنا بروجيء عنا بريك المهدية البقلاوة الزمنية عنا الغريبة الزمنية عنا كسرة العبيدة المعروفة في رجيش صانعة تعلمتها من جتي ومن أمي تعلمتها على أختي ومن بعدها دخلت كونت وعمل ديبلوم باتسوري وحلو نعم في حلو العربي كل ما هو حلو عربي بقلاوة وشايح وكاك ورقة غريبة أسعار 13-16 دينار أنت والفاكي أنت والطلب وإلى جانب الحلويات اجتمل المعرض كذلك على بعض المواد الغذائية التقليدية صنعنا حتى 12 نوع من طلب سيسو مزنة إن شاء الله مزنة نبتكتور حتى في الشفان في الخروب سيس كتينة اختصاصنا ننجو في النبتة هذية جبناها من الهند وزارعنا في تونس ونجهت نبتة المورنغة عملنا منها بزيس دخلناها في الأكلة التقليدية التونسية عنا العصير الرب المعجون الرب بطريقة تقليدية بطريقة مطابقة لسلامة حوالي 150 حرفية تعمل في مجال الحلوية التقليدية بولاية المهدية القطاع الذي بات يشكل مصدر رزق الكثير سيموا أنه يلاقي إقبل العائلات لإقتناء الحلوية الشاهزة الشاشة الحلوة العربي مدامه مازال موجود وتبركلة نظيف ويخدم فيه صحي وكل ثمن ساكل مازالت العادة يحلوه في الدار أما ثمن ساكل يخدموا كل شي وماش عندهم عائلة كبيرة وانا دبرفيرانس يجي وشري وحبيني فرصة للحرفيات اللي عملت في منازلانه بشري يسوقوا منتوجه بشنا عارفوا أكثر بالحلوية التقليدية خاصة في شهر رمضان والعيد الفطر على الأبواب وفرصة زيادة حبينا بشنا عارفوا أكثر بالقرية الحرفية وفضاء جديد ومن المهدية لتسويق المنتوج الحرفي بصفة عامة هذا المعرض الذي سيتواصل إلى غاية يوم الثاني من جوان القادم وأن كان مناسب للحرفيين لترويج منتوجاتهم فقد يساهم أيضا في تثمين حلويات تونسية تحت رعين الزائر في الاختيار بين ألوانها وأصنافها من أجل الظفر بطبق أنيق يزين موائد العائلات خلال أيام عيد الفطر يتشبث أهالي جزيرة جربا ببعض الأطباق والأكلات التي تمثل أحدى مميزات الجهة في شهر الصيام مثل طبق الدولة الذي تنفرد به الجزيرة والذي يسهم في تقوية صلة الرحم الدولة طبق من الطعام تتدول على تحضيره عائلات من جزيرة جربا طيلة شهر رمضان عادة قديمة لا يزال البعض يتشبث بها ويعدها وتقترن بتحذير هذا التبق قعدة أخرى وهي الاحتفال بمن يصومون لأول مرة من شباب وشبات فيقومون بتجيعهم وغرسي حب صيام فيهم من خلال تقديم الهدايا لهم كل حسب جنسه جيبوا الصيامة كنك سواء أولاد ولا ابنات يبدوا فرحانين عاد اللبسونهم اللبسة الجربية اللبسة التقليدية وحنوهم وبعطالي يرجعونهم من الكدوات الصغير نحنا هنا نشجعوه باكل ليلة هذي كلمة هكي حط في مخه صغير يقولك أمي بابا عملوا لي مثلا مصاريف خاصة عملوا لي حباب تلمات كدوات يتحطوا فلوس عبارة حين تعروسة تحط في قلبها كالطفلة هذيكا تملي قلبها بالشي هذكا والإيمان أكثر هذه العادة ميزة تتفرد بها جزيرة الأحلام جربة ولها معانية عديدة خاصة منها تقوية صلة الرحم في شهر السيامة ما شاء الله دولة العادة والعويد دولة هذه متسمية كما نقوله احنا تلم صلة الرحم تلم الأحباب تلم الإنسان المتقاطع على بعضها وكل شيء تلمها هذيك هي معنى الأغلبية صلة الرحم ويصاحب إعداد هذا الطبق التقليدي ودعوة الضيوف إليه أجواء غنائية على جزيرة جربة وعلى لمة الأصدقاء والأقارب بعد حجبه لثماني سنوات المهرجان الدولي لسيدي بولبابا الأنصاري بيكيا بس يعود من جديد ببرمجة رمضانية ثرية تحت عنوان ليالي سيدي بولبابا سهرات هذه التظاهر أثثتها عروض للإنشاد الصوفي وندوات علمية ومسابقات في هذه السنة وخلال هذا الشهر الفضيل تم تنظيم ليالي سيدي بولبابا التي اجتملت على فقرات متنوعة من بينها سهرات في الإنشاد الصوفي حبينا كمجلس بلد جديد إعادة الأجواء هذه والروح التي كانت موجودة بل في مقام سيدي بولبابا الأنصاري خاصة في شهر رمضان طبعا هي محاولة صمناها ليالي سيدي أبي لبابا مراوحة بين بعض الندوات العلمية وإنشاد الصوفي معناها فاهم السابقات والعديد من الأنشاء الأخرى تظاهر هذه المتميزة جدا معناتها دائرة سيدي أبي لبابا أحيط مع رجال ليالي سيدي أبي لبابا صحيحة كانت ثلاثة ندوات معناتها متميزة جدا كان فيها معناتها الفقه الديني حاجة تشوف الأجواء رجعت للبلاد حية كما قبل هذه التظاهر أعادت الحركية لمقام سيدي بولبابا الأنصاري وتركت أطيب الأثر في نفوس المواطنين الذين يأملون في عودة المهرجان الدولي لسيدي بولبابا الأنصاري لسالف نشاطه سيدي بولبابا تنظمها الدائرة البلدية بسيدي بولبابا ودار القرآن بقابس بالشاركة مع جمعيات نسأم الخير وقدم جامع الزيتون وأحياء وجمعية أبي لبابا للتنمية والثقفة وهكذا نصل إلى ختم نشرون ذاكركم بالعنوين بعد الأمطار الأخيرة بمنطقة الشمال الغربي السودود بولاية باجة تبلغ طاقة خزن قصوى لم تحققها الجهة منذ سنوات وتعد بموسم فلاحي نجح تجار الصناعة التقليدية في جزيرة جربا يطلقون نداء استغاثة بعد رقود نشاطهم بسبب ما اعتبروه ممارسات احتكارية لوكالاء الأسفر استعدادا لعيد الفطر المباركة القرية الحرفية بالمهدية تحتضن فعاليات الدورة الأولى لمعرض الحلويات والأكلة التقليدية بمنتوج متنوع وأسعار تفضلية ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة تلفزاء تونسية في الختام اليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء